موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بحضراتكم في هذا اللقاء في ضمن سلسلة لقاءات مدخل العلوم السياسية وتحدثنا ربما في اللقاءات الماضية عن أول الأفرع التي تعتبر فرعاً أساسياً في العلوم السياسية وهو النظم السياسية المقارنة عرفنا هذا الفرع وتحدثنا عن موضوعاته ولماذا نقارن ومستويات المقارنة ثم تحدثنا في المحاضرة الماضية عن كيف نفهم النظام السياسي من مختلف المقاربات سواء كانت تقليدية مثل المقاربة التاريخية أو المؤسسية أو القانونية أو مقاربات حديثة تتعلق بالثقافة السياسية تتعلق بالدراسة النخبة أو بتحليل النظم وعملية اتخاذ القارات أو ما شابه الآن سنتحدث عن موضوعات النظم السياسية المقارنة ما الذي بالضبط تركز عليه وتدرسه النظم السياسية المقارنة بشكل عام كما تحدثنا سابقا في أول محاضراتنا عن هذا الفرع أن لدينا ثلاث موضوعات أساسية المؤسسات السياسية السلوك السياسي والأفكار السياسية لكن هناك بشكل أكثر تحديدا عدد من الموضوعات يعني يشتهر دراستها أو لا يمكن أن يتم تجاهلها من قبل النظم السياسية المقارنة ومن ثم سنركز في هذه اللقاءات على فقط خمس موضوعات أساسية لكن كما ذكرت تتسع مجالات المقارنة إلى أمور كثيرة جدا جدا هذه الموضوعات تشمل الدولة تشمل الحكومات تشمل الديمقراطية تشمل الفواعل السياسية من أحزاب وجماعات ضغط وخلافه وأيضا تشمل السلوك السياسي بالتأكيد من الصعب جدا أن يتم تغطية كل هذه الموضوعات في هذه الإطلالات السريعة على الموضوعات النظم السياسية المقارنة لكنها فقط رؤوس موضوعات لتوضيح هذه المواضيع المحورية في دراسة النظم السياسية المقارنة لكن الباب مفتوح أم حضرتكم للإطلاع والقراءة في مختلف المراجع الأكاديمية لفهم أشمل وأكبر لهذه الظوار كما تحدثنا الدولة منذ أول حديثنا عن السياسة هي عنصر أساسي في دراسة العلوم السياسية بل البعض حصر مجال السياسة في مجال دراسات الدولة السؤال الأهم ما هي الدولة؟ وهذه إشكالية كبيرة كيف نعرف الدولة تعريفا وافيا يشمل ويدخل في إطاره كما يقال جامعا مانعا يدخل في إطاره كل ما هو ضمن الدولة ويخرج عنها باقي أشكال نظم الحكم وباقي أشكال المجتمعات السياسية الأخرى بالتأكيد لا توجد إجابة سهلة على هذا السؤال لكن يكفينا في هذه الإطلالة الحديثة عن مسألتين المسألة الأولى تعريف الدولة من قبل عناصرها بمعنى أن الدولة تعرف عادة على أنها شعب يستقر في إقليم وتحكمه سلطة سياسية البعض يضيف بعض التعريفات الأخرى مثل مسألة الاعتراف الدولي مثل وجود نظام اجتماعي اقتصادي وثقافي وخلافه داخل هذه الدولة لكن بشكل عام يعني يشيع في تعريف الدولة تعريفها بعناصرها الأولية الشعب والإقليم والسلطة السياسية وعلى هذا التعريف على وضوحه وعلى بساطته إلا أنه لا يحسم هذا الجدل لمعنى هناك أسئلة مهمة في هذا السياق كيف نعرف شعب أنه مستقل عن ما حوله من الشعوب على أي أساس هل على أساس العرق والثقافة هل على أساس الدين هل على أساس الرقعة الجغرافية الوضحة السابتة وبالتالي تدخل هنا كما ستحدث في لقاءتنا عن الفكر السياسي مختلف المدارس القومية ترى أن الشعب يحدد من قبل ثقافته عرقه وثقافته وحضارته والرؤى الليبرالي ربما تراه يتشكل بناء على قضايا التوافق وقضايا حق تقرير المصير البعض يرى أنه قد يتشكل بناء على هوية الدينية للمكونات الموجودة في هذا الإقليم حتى لو اختلفت عرقيا أو قوميا وهكذا فبالتالي التعريف الدولة أنها شعب وأنها إقليم وأنها سلطة سياسية هذه تعريفات أولية جدا لكنها لا تحسم الجدل في هذا السياق التعريف الثاني المهم في هذا السياق أو في هذا الإطار هو ما هي الدولة الحديثة بمعنى كما ذكرنا قد نسمي الدولة العثمانية أنها كانت دولة مثل ما نسمي الجمهورية التركية أنها الآن دولة كما نسمي الدولة السلجوقية بأنها كانت دولة كما نسمي الدولة الفرعونية أنها دولة دولة المدينة على أنها دولة هل هناك توافق في طبيعة هذه الدول مع بعضها البعض؟ بالتأكيد لا والتسمية هنا عندنا نقول الدولة الرومانية والدولة والدولة إيطاليا الآن الفرق بين تعريف كلمة دولة مختلف تماما وبالتالي بعض العلماء السياسة اهتموا بتعريف الدولة الموجودة الآن أو ما يعرف بإسم الدولة القومية الحديثة أو الدولة الحديثة الموجودة الآن وأيضا اهتموا بتعريفها يعني مجموعة صفات مختلفة تميزها عن أشكال الحكم التي كانت موجودة ما قبل الدولة الحديثة طيب ما هي الأشكال التي كانت موجودة قبل الدولة الحديثة؟ كان لدينا مثلا حكم القبائل وهذا حكم عرف هناك قبيلة تحكم منطقة من الأرض هناك حكم الدول المدن أو الستي ستيت زي تكون مدينة صغيرة لها علم ولها أصوار ولها نوبلاء يحكمونها هناك حكم الإمبراطوريات تكون دولة لها مركز فيه إمبراطور ثم هناك مجموعة أقاليم تخضع لها سيادة اسمية هذه الأشكال التي كانت موجودة سابقا في التاريخ الإنساني ربما منذ الحرب العالمية الأولى بدأت تختفي وبدأ يظهر نمط شبه متقارب لحد ما من الدول تسمى باسم الدولة الحديثة ما هي سمات هذه الدولة بشكل سريع؟ فكرة القومية أن تقوم الدولة على أساس العرق القومي وعلى أساس الثقافة السياسية واللغة والتاريخ المشترك والحضارة المشتركة هذه فكرة حديثة هذه فكرة لم تكن قائمة وهي نشأت بالأساس مع الثورة الفرنسية وبدأت تتم تداولها بشكل أو بآخر في تقويد لفكرة الإمبراطوريات الدينية أو فكرة حتى الحكم الإمبراطوري بشكل عام أن هناك دولة تحكم مجموعة أعراق مختلفة وقوميات مختلفة أصبح هناك هدف أن الدولة ترسم على حدود القومية فالفرنسيين لهم قومية الألمان لهم قومية الإيطاليين لهم قومية يجب أن تتطابق حدود الدولة مع حدود القومية فكرة السيادة بمعنى أن الدولة تصبح صاحبة القول النهائي في الرقع التي تحكمها قبل ذلك كان هناك دولة تلعبه الكنيسة أو الإمبراطور العثماني مثلا في حالة مصر في حكم محمد علي كان تعيين الولاة من أبناء محمد علي يتم بفرمان من الدولة العثمانية وبالتالي أصبح كان هناك سيادة فوق سيادة الدولة تأتي من الدولة العثمانية أو الكنيسة في روما تتحكم في الشأن السياسي الداخلي لبعض الدول أو الإمبراطور الموجود في إحدى العواصم الإمبراطورية يتحكم في النظام السياسي داخل إحدى الولايات هذا تداخل السيرات هذا أصبح مرفوض داخل الدولة الحديثة هذا منذ اتفاقية واستفالية في منتصف القرن السابع عشر وأصبح نمط الدولة الحديثة كما ذكرت نمط الأكثر شيوعا منذ الحرب العالمية الأولى هناك فكرة غريبة جدا تعرف وتميز الدولة الحديثة وهي فكرة احتكار استخدام العنف الشرعي ما الذي يعنيه هذه الكلمة؟ يعني أحد علماء الاجتماع ماكس فيبر عرف الدولة الحديثة أنها دولة تحتكر استخدام العنف الشرعي قبل ذلك كان يمكن للنبلاء أو الإقطاعيين أن يجلدوا الفلاحين أو أن يسجنوهم أو حتى أن يقتلوا مثلا بعض العبيد كان يمكن لبعض القياهات الدينية أن تسجن أو أن تعذب بعض أتباع هذا الدين نتيجة بعض الجرائم كان العقوبات شيء على المشاع كان مثلا في مصر فكرة الفتوة بتاع الحارة الذي يؤدب الخارجين على الأداب أو النظام داخل الحارة كان هناك شيوع لحق التأديب وحق استخدام العنف مع باقي الأفراد هذا الحق أخذته الدولة الحديثة لنفسها وأصبحت لا يمكن لأحد أن يستخدم العنف بمعنى الضرب أو القاتل أو التعذيب أو الحبس أو أخذ الأموال من الآخرين إلا الدولة فقط وبشكل شرعي أي عن طريق جريمة مقننة بالقانون وتطبق بعد استفاء إجراءات القانون هذه الميزة لم تكن موجودة كما ذكرت في التنظيمات السياسية التي كانت سبقة على الدولة الحديثة أشياء أخرى مثل الدستورية وحكم القانون كان مساحة حكم الشخص في داخل الدولة أكثر بكثير قديما كان ممكن الحكام مثلا أن يفرضوا على شعوبهم أنموات مختلفة من القوانين بعضها عبثي وبعضها جاد لم يكن هناك مساحة محددة لحق الحاكم في التدخل في حياة المحكمين هذا الحق تم قصره عن طريق الدستور وفكرة سنة القوانين عن طريق البرلمان أصبح مثلا لا يمكن الحاكم أن يفرض ضرائب على الناس إلا بموافقة البرلمان أصبح لا يمكن الحاكم أن يعنى الحرب إلا بموافقة البرلمان هذا التقنين لفكرة الحقوق المطلقة للحكام يعني كان المقولة الشهيرة لويس الرابع عشر أنا الدولة بمعنى أن ما يقوله هو أمر دولة هذه المسألة تم نقدها بعدما قابلت الثورة الفرنسية وقام فكرة الدولة الحديثة أن الدولة هي مؤسستها والحاكم مقيد ومقنن بالدستور وبالقانون الجهاز البروكريات الحديث المتطور المعقد أيضا أحد سمات الدولة الحديثة إلى غير ذلك من السمات نمط المواطنة القائمة على الحقوق والوجبات ليس على حقوق الرعاية أنك من رعاية الملك الفلاني أو أنك من يعني يعني الذين يدخلون في داخل الحماية الملكية لهذا الملك أو لهذا السلطان نمط المواطنة أصبح نمط مواطنة قانوني إلى غير ذلك ومن هنا موضوع الدولة موضوع مهم جدا تعريف الدولة سواء كانت تعريف الأول للدولة بشكل عام أو الدولة الحديثة من القضايا المهمة النظم السياسية المقارنة عندما تدرس الدولة بشكل مقارن لديها عدة معايير لكي تفهم الدولة بشكل مقارن لكن أشهر هذه المعايير هي المعايير المرتبطة بنمط الدولة وتركبها هناك دولة بسيطة مركزية وهناك دول مركبة الدولة البسيطة المركزية بتعني أن كامل رقعة الدولة هي عبارة وحدات إدارية خاضعة لسلطة مركزية في العاصمة والميزانية والسياسات العامة ترسم في العاصمة والقانون يتم عمله في دستورة في برلمان موجود بالعاصمة يطبق على كافة الرقعة الدولة وهذا هو النمط الموجود في كثير من دول العالم لكن هناك دول أخرى ذات طبيعة مركبة أهمها الدول الفيدرالية التي تعد فيها كل وحدة داخلها دولة صغيرة هذه الدولة يكون من حقها أن يكون ديها قانون خاص بها يختلف مع قوانين باقي الدول لديها تصرف خاص في ميزانياتها بتمثيلها داخل البرلمان هو تمثيل قائم على شيء أشبه بمحاصصة ما بين مختلف الدولات هناك حكومة مركزية يعني تحتكر التمثيل الخارجي تحتكر مسائل الدفاع والأمن القومي لكن في النهاية تترك لهذه الدولات مساحات واسعة في إدرارة مواردها حتى في سنة تشجيعات الخاصة بها إلى غير ذلك هناك نظم فيدرالية كثيرة موجودة في ألمانيا طبعا بالتأكيد الولايات الأمريكية أحد أشهر النماذج للحكومات الفيدرالية أيضا هناك نموذج ربما أصبح الآن نموذج غير تقليدي لكن أو غير يعني منتشر لكن كان في فترة ما منتشر أنه هو الكنفيدرالية التي تحتفظ فيها هذه الدولات حتى باستقلالها الخارجي بمعنى أنها كل دولة لها دستورها كل دولة لها تمثيلها الخارجي ولكن هناك اتفاقية ليس دستورا اتفاقية تجمع بينها وتنسق فيما بينها بشكل منتظم ودوري ليس بشكل مؤقت أو بشكل انتقائي الكنفيدراليات بشكل عام هي أشكال انتقالية بعضها قد يتطور إلى فيدرالية كما حدث مثلا في سويسرا مثلا أو في بعض التقارب الأخرى وقد يتداعى ويعود مرة أخرى كل دولة تصبح دولة مستقلة وقد تجمعها مع باقي الدولات فكرة منظمة إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك فبالتالي عندما ننظر إلى الدولة كتركيب نجد أنها اختلافات ما بين الدول وطبيعة علاقتها مع بعضها البعض وطبيعة توزيع السلطات والتراتب المؤسسي هل هو مركزي وبسيط من حكومة مركزية وإقليم يخضع للحكومة المركزية أم أنها مقسمة إلى دولات بينها فقط اشتراك في القضايا الأمن الخارجي والدفاع وهناك مساحة من الاستقلالية فيما يخص توزيع الموارد والقوانين والتشريعات أم أنها فقط دولات تجمعها اتفاقية ما للتعاون والشراكة بشكل مستقر وثابت فهذه التفاصيل الهيكلية هي أحد الفروقات التي درستها واهتمت بها فرع هذا الفرع من العلوم وهو النظم السياسية المقارنة بإذن الله تعالى في اللقاءات أو في اللقاء القادمة سنتحدث عن مؤسسات أخرى وأشكال أخرى من المجولة داخل الدول التي اهتمت بها علم النظم السياسية المقارنة فنلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة